النقاش يشتد حول قضية تقديم أسلحة متطورة خاصة دبابات إلى أوكرانيا فمجموعة من الدول تشدد على ذلك خاصة بولندا، دول بلطيق، لتوانيا، إسطونيا، لاتفيا، الدنمارك حتى فنلندا والسويد، ولكن خاصة بريطانيا كلها تسارع إلى مد وتقول أنها ستمد الأوكران بالدبابات متطورة البريطانيين عندهم دبابتهم الخاصة يعني اللي تصنحها بريطانيا فهي هذه ما فيش مشكلة وبريطانيا بدأت تبع في هذه الدبابات ولكن كين دبابة أخرى اللي هي اليوبارد هذه اللي يسمونه اليوبارد دو اليوبارد اثنين اللي هي ألمانية هذه الدبابة وتعتبر من بين أفضل ما هو موجود على الساحة العالمية كدبابات الألمان مترددين مترددين داخل ألمانيا هناك نقاش طويل عريض داخل الاسطابليشمنت الألمانية بالرغم من أن موقفهم رهوا كل مرة يتشدد في اتجاه روسيا إلا أن موضوع الدبابات هذا خايفين قالوا أن هذا قد بعض الخبراء الألماني يقولوا هذا قد يدفع بوتين لأنه الخسارة جارانتي يعني كما يقولون هذه الدبابات روسيا عندها دبابات وعندها دبابات متطورة لا تستطيع أن تقاوم هذه الدبابات هذه الدبابات ستكون أو قد تشكل هزيمة للروس هزيمة إضافية ولن يتقدموا أي خطوة يعني إذا ما تحصل الأوكران على أعداد كافية من هذه الدبابات كان دبابات أمريكية أخرى أيضا لكن الأمريكيين قالوا أن الدبابات هذه اللي عندهم هي دبابات شديدة التعقيد لأنه وش قالوا الألمان؟ قال الألمان قال حبي يربطها بالأمريكان قالوا إحنا ممكن سلموا هذه النوع من الدبابات لكن بشرط أن الأمريكيين يسلمهم أيضا دبابة متطورة جدا دعونا نسمعها دبابة متطورة جدا لدى الأمريكيين يجب أن يسلمها لهم الأمريكيين ردوا قالوا أن هذا السلاح الأوكران يحتاج وقت طويل جدا للتدريب عليه وأنه لا يمكن تسليمهم هذه الدبابات لا نعرف إذا ما يقوله الأمريكيين صحيح أم فقط يريدون أن يردوا على الألمان لكن الرئيس الأوكراني منزعج من الألمان لأنه قال لأسف عود رجالي الصداع الرئيس الأوكراني منزعج لأنه قال بأن الألمان وكانهم يترددون في إعطاءنا هذا السلاح بل مش فقط يترددون الدول اللي عندها السلاح بما فيهم فولندا ودول أخرى لا تستطيع تسليمه لأوكرانيا بدون موافقة الألمان الألمان كانوا قالوا في الأسبوع الماضي أن هذا الأسبوع القادم سيفتون في الموضوع سقوط وزيرة الدفاع الألمانية قبل يومين قد يسهل المهمة لكن الموضوع ما زال فيه أخذ ورد أخذ ورد وربما لذا تخوف شوية الألمان هو مرة أخرى يخرج ميدفيدف رئيس السابق لروسيا وهو اليوم ما يسمى بنائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعي الحرب نووية آه الروس بدأوا يتكلموا على إمكانية أن يهزموا هذه المرة بوضوح يقول بأن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد يشعي الحرب نووية الروس طبعا هدوا بسلح نووي عدة مرات بما فيهم بوتين ميدفيدف هذا عدة مرات لكن هذه المرة يتحدثون على أنهم قد يهزمون هذا خطاب جديد هذا لم يكن موجود في الخطاب الروسي خطاب الروسي منذ أن بدأ وهو خطاب انتساري انتسروا في بدايات وتقدموا قليلا لكنهم بعدين حصلوا خاصة في كيف كما تعرفوا ثم تراجعوا وتراجعوا وتراجعوا وخسروا كثير من المناطق اللي كانوا احتلوها يعني روسيا خسرت لحد الآن تقريبا نصف المناطق اللي احتلتها في الثلاثة أشهر الأولى